انا يا للا جبت لك شبكية وش من شبكية بلا تشبك ولا كثرة القوام بطريقة سهلة سريعة كتجي شبكية معلكة شيشة شربة العسل ما غاديش تشبعوا منها واذا جربتوها رغت عجبكم قد عجب عائلتكم والاهم انهي سريعة جدا جدا في التحضير نحتاجوا كيلو ديال دقيق اذا عبرتو بالكيسان عشرات الكيسان اذا عبرتو بزلايف اربعات زلايف مملوئين معي لقى النافع معي لقى حبة حلاوة معي لقى القرفة ومعي لقى كبيرة زنجلان اللي مطحون مزيان وعندي كاس ديال لوس كذلك مطحون مزيان نافع وحبة حلاوة والقرفة ضروري يكونوا مغربلين يعني وخه يكونوا مطحونين مزيان من اللي احسن تغربلوهم بالنسبة للدول الاخرى النافع وحبة حلاوة هو مليان سنو الشمار وبالنسبة للزنجلان هو السيمسيم وضعت حتى قبيصة ديال ملحان سيت ما ذكرتها كان خلطو الكل بشكل جيد ومن بعد تقدرو دوزوهم هكدا في واحد الغير بال ولا في واحد الميس فاتي اكدا كانت تأكدو المكونات كلهم تخلطو مع بعض وتيسهلو علينا العجن عندي هنا نص كاس ديال الزبدة مدوبة احتى رجعت نوع زيت بهاد الشكل وكاس الا ربع من الزيت انا عملت الرمية تقدرو تديرو البلدية من الاحسن فهذا المرحلة هادي تخلطو ذاك الزبدة والزيت مع الدقيق عاد نضيفو بالسوائل عندي هنا نص كاس ديال الخل اي خل عندكم ونص كاس ديال المظهر اللي كنت وضعت فيه الزعفران شعره نص كاس ديال الخل ونص كاس ديال المظهر في الزعفران شعره وجمعت العجينة بجوش كيسا نقل اربع ديال الماء العجينة كتكون شوية قاسحة من بعد ما كنت ديال كوها مزيان كنقسموها كويرات وكل اونا نجمعهم في بلاستيكا نخليهم حتى كيرتاحوا انا جمعت هكذا كل حاجة بوحدة خليهم يرتاحوا شوية وغادي نجيب الدقيق وغادي نورقهم بهاد الشكل هاد العملية هادي كتجيب شباكية مجعبة من الداخل ضروري من بعد ما كنتوها كنلويها في البلاستيك كنطلق الحراب لكلهم بنفس الكيفية ضروري هاكم شوية ديال بدقيق شو العجينة مي كان غربلو كندوزو ذاك الطحين والمكونات في الغربال ولا في المصفات العجينة كتجي ناعمة جدا كل ما كنت العجينة ناعمة كتعطيكم في تشكيل صافي كنخليهم حتى كيرتاحوا شوية وعدت نرجعو نطلقو العجينة تقدرو تبيتو العجينة مكيوقع لوالو لان ما عدناش فيها الخميرة كنطلق العجينة من ارقيقة على سطح العمل وكنجيب واحد طبع دائري بالقياس اللي بغيتو ديال استاديال سنتيم ولا تمانية كل مكان المرشم كبير كتجيكم كبيرة كل مكان صغير تجيكم صغيرة من بعد كل دائرة كندير فيها خمسة ولستاديال الشريطات بالجرارة الاخوات اللي ما توفروش على الجرارة غادي تديرو غير بالسكين وكذلك إلا ما كنش عندكم الطبع مسنن تقدرو تديرو غير بالكاس ولا بهكى بشي ايطار حسبي سافي ومن بعد تنديرها تشكيله هادي اللي كتجيزوينا وضروري انا كل رمضان نحضرها تشكيله هادي كتجيزوينا والكل كتعجبو هادي هي تشكيله اللي غندير معاكم كنجيبو الجنب ديال الشاريط اللي عملنا في الطرف وتننتبته في الواسط وتنلويو المرة الثانية وتنزيرو من الجوانب طبيعة الحال غنزيد نعاود معاكم البقياد العاجي اللي كيبقاو كنعاود نجمعهم نلويهم في بلاستيك وتنطلق عجين اخرى هنا درت الطبع صغير شوية بللي جيني صغيرة حسن هدا الطبع ديال ستادي السانتيم فندير خمسة ديال الشريطات في كل دائرة خمسة ولا ستاة على حسب انتوما واش تديروهم مقاربين ولا مبعدي صافي وغادي نجيب هكا كنجيب الدائرة كنقلبها وتنشط طرف اللي في الشرطة بشي كيجيو هكا جيين هكا مايلي وتنلوي هكا على جوج مرات ومن بعد ما كنلوي كنتبت جيدا من الجوانب ها انتوما يا ها نعاود معاكم كنفرقو هات الشريطات من بعد كنشط الجنب ديال الشريط كنتبتو في الواسط وتنطويل مرة التانية وتنزيار من الجوانب ها ندير معاكم اكتر من وحيدة باش ان شاء الله توضح لكم تشبيكة مزيان بالخصوص للمبتديئات فبنسبة علش تقسمت معاكم هات طريقات طريقة العادية معروفة وكل شي كيعملة لكن هاد الطرق هادو ديال الشبيك كيبقوا زوين المبتديئات واللي ما يقدش على تشبيكة اللي مألوف فهادي طريقة سهلة وكتجيزوينة وكل شي كيبغيها وبالعكس فش تنغيرو تشبيكة كتير الانتيباه وكل شي تيبغي تيبغيها زعمة ماشي ضروري نديرو تشبيكة العادية كما ممكن اللي اطلقتوها تشبكوها هات الشبيكة كيكي 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 صغير وورين كل ما بغيتوهم كبارين كبروا كبروا الطابع ضروري البقايا ديالعاجين تنعودو نجمعوهم في البلاستيك وتنبدو نشكلو دائما فاش تبغيو تشبكو شي وحيدة كتقلبوها وكتلويو الجانب دشاريت باش كيجيو داك اللويات مايلين صافيها كداب بسرعة تنشكلوها كنخليوها واحد ساعة ولا ساعتين على سطح العامل تنشف ومن بعد كندير زيت ديالي يسخون وكنجيب العسل وتنبدو نقليو نزيت حتى كيسخون وحنا تنحركو هكا النار متوسيطة حتى كالطيب مباشرة تنهيزها وكنعملها في العسل بالنسبة للعسل من اللي احسن تحضروها علي يديكم كيجي العسل زوينة بزب إلا بغيتوا الطريقة ديالعسل ان شاء الله نتقسمها معاكم ولا غير كتبوها لي في كومنتر رانين نكتب ليكم المقادير مضبوطة صافي كنخلي داك شبكية في العسل حتى كتوجد لي قلية اخرى وعد كنهيزة من العسل حطها في الكسكس تستقطر ونرش عليها الزنجلين وصافي من بعد ما تنكمل كنستفى شبكية ديالي في العلاب يكونوا محكمين الإغلاق بغيتوا تفرقوها بين طبقة وطبقة بالبلاستيك مزيان بغيتوا هكا تجمعوها كلها في بواطة واحدة مزيان انا بعد ما كنعملها في بواطة كنزيد عليها كشوية ديال العسل واحد جوجولة ثلاثة ديال المعلقات وكيكون هذا الشكل النهائي ديال الشبكية اللي حضرنا مع بعض بسيطة وكتجي غزالة شيشة بزاف وفي نفس الوقت هكا فيها واحد قرميشة وماشاء الله مع الكوكل اللي ما بقت كتشرب العسل كتار هكذا تجي من داخل انا ما كترتش فيها القوام بزاف باش كتجيها كبنينة حيث كل ما كتر القوام كيغبر لما دقت شبكية كنتمنى ان شاء الله تكون واضحة لكم وتجربوها جربوا المقادر اللي اعطيتكم سواء ندرتوا بتشكيلة هادي ولا بتشكيلة اخرى الاهم هي النتيجة والكمية اللي اعطيتكم كيلو ديال بقيق را اعطاني تقريبا واحد ثلاثة ونص ولا اكتر هكا بشوية كنتمنى تكون واضحة لكم وتجربوها را اعجبكم بزاف واللي كتبغي تحتفظ بها في المجميد را كتبقى زوينة بزاف كتبقى محافظة على التعليكة ديالها غير كتجبدوها بقبل بواحد الساعة وجربوها بسطحة وراحة وعواشر مبروكة